السلام عليكم اجمعين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم اليوم في قناتي في اليوتيوب اليوم ان شاء الله انا نقترح عليكم واحد الوصفة واحد الحلوة اللي كتجيز بينا بساف ببيضة واحدة وجوج بانانات صالحة الفطور والغوتي وخاصة الضيوف الغفلة لانها كتوجد في عشر دقايق سهلة مهلة بمكونات بسيطة موجودة قريبا في كل البيت كما كتشوفوا انا عندي هنا في مقلات درت واحد واحد مع القديل ساندة السكر الخاشن قطعت هناي البانان دوائر جوج بنانات دوائر كنستفهم هناي على المقلات ديالي ومن الاحسن من الاحسن تكون المقلات ما كتلصقش باش كتسهل عليكم العملية كما كتشوفوا كنستفها على كنستفها في هاد البانانات على على المقلات ديالي كاملة كندوزل هنايا كنناخد في ايناء عندي كنناخد داك البيضاء كننديرها في الاناء كنزيد عليها واحد من نصف كاس ديال السكر كننطربهم هنا يمزيان حساس نسج من يادك البيضاء مع السكر كنزيد عليهم واحد الكاس ديال الحليب وكنزيد عليهم كذلك نصف كاس ديال السيت كما كتشوفوا معايا زيد عليهم هاد الكاس الحليب اللي ما سخونش عادي في حرارة المطبخ كنزيد عليهم هاد الباني اه الفاني كتعطيها واحد واحد المطاق زوين بزافة اه كانت زيد عليهم واحد شوية ديال الملحة واحد الملحة واحد الراس ديال المعالقة ديال الزيت كبارين كنخلط هاد المكونات مع بعض ديال ساتح نتنسج مع بعض ديالها مزيان باش كتسهل علي العملية كعندي هنا يا واحد كاس ونصف ديال ديال دقيق ومن الاحسن يكون الدقيق الممتز اه ويكون مغربل اه مزيان ويكون من نوعية جيدة لانها في الحلوة كي كيجي الدقيق الممتز اه هو اللي كيعطي النتيجة افضل اه كيما كتشوفوا عندي هنا يا كاس ونصف كنخلط هاد المكونات مع بعض ديالها مزيان كنزيد عليهم واحد الخميرة ديال الحلوة اه فقط واحدة كنزيدها هنا اه اه اهم خسكوا الخميرة تزيدوها تلت تالي من الاحسن انكم تزيدوها تلت تاني ما تضيفواش في الولي ان الخميرة خطيعنا واحدة اه كنت سساج ملينة ضغيه وكتعدوية فهttة عاليه اكتر وبني ندلو ال الخميره تب kitsch و tribesцев تبقى تحركوا وغيب شوية غيبش اه اه في جميع الكيكات هذه نصيحه بجميع الكيكات هدينا قكمعوا الغيبش aby nos JuqI et 是 decide cause they doblo كنحاول انا لنخويها غير غيب شوية حتى تمسج مني معا حتى تستف او كما كتشوفو تتاخد حجم المقلات كما كتشوفو كنحاول نوضع الخليط ديالي في المقلات وكن قادم زيان حتى سياخد لي حجم المقلات وكنوضع على النار بالنسبة للنار خاصكم انكم تنقصوا لها تاخد اقصى درجة ديال النار تكون نقصة بثاف الاقصى درجة لانك تطيب على النار مهيلة انا هاد النار هادية رايزة تنقص منها حتى ولت ليسا في درجة قليلة بثاف بالنسبة للطياب البنات ميتشوفوها انها هكا عالين الطيب كتسقسو كتسقسو الفوق كتلقاوها انه وصافي يبس مزيان وطاب كتوليو تقلبوها كتكملو الطياب ديالكم وكما كتشوفو هالكيكا ديالي او الحلوة ديالي جات رائعة بثاف انا ضوقتها هنا بشوية ديال كاوكاو المدة ديال الطيب ديالها هي عشرة دقائق ما تفوتوهاش كي كتشوفو كما كتشوفو معاي كي كتشوفو معاي كي كتشوفو معاي كي كتشوفو رائعة وشيشة وكتجي بنينا البنات والاهم هو الماضاقة الرائع اللي كي يجي فيها مع ذاك البانان والكوكا والفانيس صراحة كتجي رائعة وكتصلح كما قلت لكم الفطور والقوتي والضيوف الغفلة لانه كتوجد في عشرة دقائق سهلة مهلة كتطيف عشرة دقائق كتمنى صراحة تعجبكم ومتبخلوش عليها باللايك وكمونتغ وشكرا على المتابعة ديالكم ونطلق بفرصة مقبلة ان شاء الله وكنتمنى تشجعوني كتر برش نسيت انها تكثر